ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تتبرأتها من تهمة قتل حارس عمارة تحرش بها جنسيا وحاول اغتصابها داخل شقة معدة للكراء بالرباط ووفق المصادر ذاتها فإن الطالبة كانت تتبحث عن شقة للكراء فتوجهت إلى عمارات الأمانة بتمارة فالصفصرت حارس عمارة حول وجود مسكن للكراء فأكد لها أنه يتوفر على شقة بطابق علوي وحينما صعدت معه فتح باب الشقة قبل أن يعيد إغلاقه بعد دخولهما ثم نزع سرواله محاولا ممارسة الجنس عليها بالعنف فدفعته ليسقط على الأرض قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وضفت المصادر ذاتها أن الأبحاث التفصيلية بيّنت براءة المعنية بالأمر بعدما أكدت زوجة الهالك أن زوجها يعاني من مرض الرب ويعاني من ضيق التنفس بالإضافة إلى شهادة إحدى الجارات التي أكدت أنها سمعت صراخا ولما توجهت صوب مصدره وجدت الحارس ممددا على الأرض وسرواله منزوع من بطنه إلى فخيضيه والطالب في حالة نهي السيرية وأشارت المصادر نفسها إلى أن الطالب تبحث في هذه الأثناء رفقة محامها عن صيغة للحصول على تعويض على المدة التي قضتها داخل أسوار السجن نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي ترجمة نانسي قنقر